موسيقى مرحب بكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات سين وجيم وأنوان حلقتنا الضرورة تبيح المحذورات وخلينا نشوف مع بعض السؤال من موقع إسلام سؤال وجواب السؤال بيقول يعاني ابني من طيف التوحد وفرط النشاط والحركة بفضل الله تعالى تمكن من دخول المدرسة وتابع تعليمه علما أنه يتناول دواء ليعينه على التركيز فضلا عن أدوية أخرى من حين لآخر لمعالجة اضطراباته أو الاضطرابات النفسية لكن مع تقدمه في السن ووصوله لسن 16 عاما أصبح الدواء غير مجدي ويحتاج إلى دواء غير موجود في بلدنا فأصبحت فرص نجاحه ومستقبله مهدد بالفشل علاوة على ذلك يعاني ابني من مشاكل الاندماج في المجتمع ودائما ما يتعرض للتنمر والتهديد والتحرش وخصوصا في بلدنا تعاني هذه الفئة من التوحديين من الإهمال والاعتدائد في زل مجتمع انتشرت فيه العنف والجريمة والمخدرات فهل بالإمكان أن يتبنى أخي وقتيا فقط في الأوراق الرسمية في ألمانيا لاستكمال علاجه ودرسته وحمايته في هذا الوقت الحساس من الضياع والانحراب ثم ألغي التبني خلينا نشوف الإجابة بيقول لها إيه إذا كان ابنك يحتاج إلى دواء لا يوجد في بلدك مع ما ذكرت مما يعاني منه كان ذهابه إلى خاله في ألمانيا يرجى فيه علاجه وتحصن حالته مع الأمن من انحرافه وتأثيره بالبيئة الغربية وما فيها من اختلاط وفتن في المدارس وغيرها فلحرج في بعثه إلى خاله ولا اقتضى ذلك أن يسجله باسمه إلى أن تتحسن أحواله مع مراعاة أنه ليس محرما لزوجة خاله ولا لبناته وقال لها شوفي جواب السؤال في الرقم اللي قدامكم وهنا في الفتوى أفتب أن الخال يكتب ابن أخته باسمه يعني يتبنيه وحين في سؤال هو التبني مش حرام يا شيخ بس أهم حاجة أنه يخلي باله أنه مش متحرم على مرات خاله ولا لبنات خاله وخلينا نكمل الإجابة ولا يصهر أن في ذلك خداعا للدولة التي يقيم خاله فيها لأن القوانينهم تسمح بالتبني الرسمي ويرتبون على ذلك العلاج وغيره بل ما هو فوق ذلك من الحقوق والأحكام وما تنقضت الحاجة إلى علاجه ودرسته وجب رده إليكم وإعادة أوراقه إلى وضعه الصحيح ولا يحل الإبقاء على هذا التغيير في أوراقه أو إقرار تبنيه ولو على الورق على وجه الاستدامة وإنما ذلك على وجه الرخصة لحاجة ما تنقضت وجب رد الأمر إلى نصابه ووضعه الشرعي الصحيح وهنا بيقول لها إيه؟ بيقول إن ده مش خدع للدولة اللي الولد رايح يتعالج فيها لأن القوانينهم بتسمح بالتبني أمال ده خدع لي مين؟ يا شيخ هل فعلا الخال هيتبنى الولد؟ ولا ده خدع علشان يتعالج وكمان الإسلام بيحرم التبني هو خال الولد ده مش مسلم وهيعمل حاجة متحرمة شرعا وخلينا نكمل الإجابة وإذا كان الأمر محفوفا بالمخاطر كما ترين من جهة الخوف عليه من الفساد والانحراف ومن جهة التحرص في التعامل مع زوجة خاله وبناته إن وجودنا فهذا يستدعي التأني ودرست الأمر واستشارة من يبذل لكم النصيحة من من يعيش في ذلك البلد ونسأل الله أن يشفيكي وولدك ويعافيه وأن يهيئ لكم من أمركم رشدا وطبعا لأن كل مخ الشيوخ في إيه في العورة والزنا والحاجات دي لازم بيحذرها من مرات خال الولد وبناته إنه ممكن مثلا يفتتن هناك أو يفتنهم أو هو يفتتن لكن السؤال المهم اللي أنا عايز أطرحه ليه الإسلام ما فيهوش موضع ودايما عند الحجة اللي يخدع بيها الآخر ويعمل كل المحرمات ويستخدم قاعدة الضرارات تبيح المحذرات والضرارات تبيح المحذرات دي قاعدة أصولية مأخوزة من النص الكرآني وهو قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه وديه في سورة الأنعام 19 والاضطرر يعني الحاجة الشديدة والمحذور والمنه عن فعله ومعنى القاعدة إن الممنوع شارعا بيباح عن الضرورة يعني مثلا هيخياروك بين القتل والكفر هتختار إيه؟ تختار الكفر أي حاجة محرمة تقدر تعملها عند الاضطرار ومثلا زي ما شفنا المشكلة بتاعت النهار ده ابني عيان عايزة علجه بس لازم يخاله يتبنى يبقى يخاله يتبنى ويعمل التبني ويضحك على البلد ويجذب عليهم علشان الولد يتعالج وبكده الإسلام بيكون إيه؟ بلا مبدأ مفيش حاجة اسمها أمانة في الإسلام الضرورات تبيح المحذورات وتابعوني في الحلقة القادمة من سين وجيم اشتركوا في القناة